اشتركوا في القناة كريم هايبر ماركت منصة ابواب التعليمية نرحب مع بعض ونحكي صباح الخير سعد صباحك لأخصائية التغلية الرائعة والفخمة والشخصيات اللي جدا أنا يعني باحترمها وجدا كبرت راسية مجد الخطيب بس مشكلة تستاهلي والله مجد صباح الخير صباحك بحالك الله يعافيك أنت تعتمري مورنينج بيرسون أه داعش شايفني بتحاكم أنا شايفك أه شايفك بس يعني ورا الميكب حاس فيه هيك لا لا مجعلك صباحك خير كل أمورك مية بالمية الله يساعدك مجد ماذا وضعنا مع الشتاء يعني أنا وزني من 93 إلى 108 والله العظيم نحكي عن 16 كيلو أو 17 كيلو ما بعرف فيه فجأة حسيت حدا كبس كبسة زاد الوزن صح ليه هيك بصير مع الإنسان بالشتاء وراح نحكي أكثر بتفاصيل هذا الموضوع بس نعرف ليه بالشتاء الإنسان بحب الأكل أكثر أو بزيد إقباله على الأكل ممتاز شوف يا أسامة هلأ إحنا ما منقدر نحكي بس عن الشتاء بالسيزن اللي مرأ السنة كاملة من الشتوية الماضية لهلأ لأنه صار في كتير شغلات معانا منها الكورونا منها الحجر قعدة البيت الجمعة معها منطلع النفسية كلها شغلات تراكمت معانا الشخص ما انتباه مرة واحدة إلا لما شاف حاله قاد صرت لازم أغير مقاس أوعية نفش نعم الشتاء ليش إحنا منحس حالنا نفشنا أكثر من الصيف بشكل عام قاعدين بالبيت مرد كتير جسمنا يطلب سعرات حرارية ما عندنا الطلعات والحياة الاجتماعية اللي احنا متعودين عليها بأسنين اللي قبل فالحل الوحيد اللي عنا للتسلايا شو؟ الأكل الأكل يعني يعتبر جزء من التسلايا فالشتغل 100% حلو طب الجسم يطلب أكتر أكل لما يبرد صح طيب أنا عم بسمع شغلي مبارسة هي المعلومة صحيحة قل لي هل جسم الإنسان بالشتاء بحرق سعرات حرارية أكثر عشان يدفي حاله شوف هذا الشخص اللي قاعد بالأسكيمو هذا اللي قاعد بالأسكيمو عشان كل بيوتنا عنا تدفي أعرفت يعني احنا طالما عدين متدفيين بالبيوت جسمنا مش بحاجة لها الأدة سعرات حرارية بس الفكرة طلعتنا بره أو انت ماشي بالشارع جسمك عم بيبرد عشان يدفي الجسم يصرف سعرات حرارية بس ما بصرف بالكمية اللي احنا ملك كلها يعني مثلا خلني أعطيك ياها كميسال وجبة البيرجر بيرجر وبطاطا والمشروب الغازي بارح ما اكت اف حلو حدا عشان جسمك يدفك كل اللي بدك تسمى�� Holocaust 300 سعر حرارية 300 سعر حرارية يعني أربع أصابع شكولاتة اللي رفع بس نعم حينما هذه الفكرة انه الجسم ما بده بالكمياتولنا اي حسنا ن tanca التطاق بناء ستسبه حباتcon ليه قوم بالكيلو يعني انا مبارح مثلا ما كلي 12 حبة كستما عشان أكون معك صريحة مش عارفة مش عارف عشان برضو كمان هيك أسبوعين أطلع منظري على الكاميرا تعرفي تعرفي الدولفين أو الخرتيت الحيوان هاد نفس الإشيك رح يطلع منظري ما هي بتكون خلاص هيك زيادة عود للزوم عرفت الشخص مصطحان بس هي الفكرة إنه إحنا متعودين على الكميات الكبيرة عشان جسمنا بتعود إنه يتفشش بالأكل كراحة نفسية كدفة كإلة أطلعات تمام 100% طيب بدنا نحكي نصائح للناس اللي عم بيشاهدونا حاليا يعني على برنامجنا مجد كيف بدنا نحاول نسيطر على حالنا على الأقل لو 20-30% نمسك حالنا عن الأكل نمسك حالنا عن التخبيص في الأكل في الشتاء ممتاز إي انت وقت التخبيص عنا أسامة إحنا عادة بالليل العشرة صحيح ومش بس العشرة صهرتنا وإحنا قاعدين على هالتلفزيون بطلنا لا طلعت سينما ولا غيره يلا موفي نايت يلا موفي نايت بالبيت صح فهي الفكرة بدل ما إحنا نحط الشيبسات والشوكولاتات كلهم قدام ونعود النقرش عليهم أسهل إشي بنقدر نعمله بشار بنعمل جو السينما بدل ما إحنا طالعين بالسينما نعمله بالبيت هلا البشار أنا ما عم بحكي نعمل تنجرة بشار بضمط نصحبة زبدي على البشار لا ولا زبدي ولا أبهارات ولا زبدي ولا أبهارات البشار العادي الحقيقي اللي مع ملاحي أنا أنا أحبه مع زبدي أو مرات تدور عليه مثلا بكرامل أو في الأسود هاي محمد شاكر اسمع أهم مساكرين مساكرين السينماات أصلا عملوا خير فيكم أصبر ليفتحوا السينماات هاي وعدونا الشهر الجاي يفتحوا أنا مندللك عن نوع بشار كراميل تقسم بالله العظيم أنه يعني بخليكي تستمتع استمتاع خرافة اسمع أعمل حلو مالح عرفت هذا سلتي سويت حط لك أكمن حبة كراميل على العادي خلاص متفش قلبك هي الفكرة أنه مش نحرم هي الفكرة بدنا نعود جسمنا أنه يتعود على عدد سعرات حرارية معينة يبطل يتجاوزها عشان جسمنا يبطل ينفوش وينحاول انخفف منه قد ما منقدر فأسهل طريقة إحنا منقدر نعملها منقدر نقطع خضراء خيار وخصف ليفلي هاي نصيحتي إلك من مليون سنة هاي نصيحتي إلك طبعا هي هلا هي عشان تحكيها على الهوى بس مرات لما كنت قرن عليها أقولها مجد أنا عرب أخبص تقولي أسامة إرعى يعني إرعى معنات كل إخيار خضروات أوكي إرعى هذا اللي طلع معاكي مجد أسامة هلا عم ألم نصيحتي إلك ماذا عرفت مرضو مؤلم فريستيس الإخيار والخصف والفليف لما نقطعهم نقدر نعصر عليهم شوية ليمون نقدر نقرشهم للناس ما بيحبوا يأكلوهم عادي بيقدروا يحطوا صحن لبني معاهم يغمسوهم هم مبسوطين بردآن كلمنتينا ما إحنا هلأ موسمة يعني بتذكر زمان زمان وإحنا صغار إيش كنا نعمل كانوا أهلنا يقشرون نحط قشرة الكلمنتينا والبرعان على الصب عشان الربيح الحلم صحيح على صبت على الدين على الدين أهي هذه بسي الفكرة هلأ طالما إحنا قاعدين وقاعدين خلينا ناخد الفيتامين بدين كل عم بيحكي بدنا سابليمينز وفيتامين سي بدل من جيب إقراس الفوارة كله يعني كل هذه الحمديات معبية بالفيتامينات بنفس الوقت إحنا ما عم ناخد سعرات حرارية عالية وعمين فيه جسمنا فخلينا نحول شوي عند الأشياء زاكي أظن أكلنا بما فيه الكفاية وقرب رمضان والناس بيقول لك قرب رمضان يعني قرب الصيف قرب الصيف وقرب كمان رمضان لأكل في ناس بتفتح أكل الطريقة الرهيبة منهم أنا طبعا أنا لا أقولي 24 ساعة كل أوقات سنة ما في سبب طيب بالشتاء في أطعمة فعلا بتدفي إنه ملا كلك أشرب شربة عدس موجودة فيها ويساعد جسم يطلع بالطاقة طاعته من أكتر الشغلات اللي بحب الناس يشربوها بتعرف مشروب القرفة والجوز صحي اينار أظن اسمه ايو هم بيعملو بالبيت هذا بيطلع سعرات حرارية بيطلع دفة كتير من الجسم بنفس الوقت ما فيه سعرات حرارية عالية وزاكي فأنت بتكون عم تشرب مشروب القرفة بدل الشاي بالليل مع السكر لا منعمل قرفة مع جوز عم ناخد بيطلع الماضي ما فيه بيت مشطرع من المدخن ريحة الأردن كلها عدس مية من مية فهي هذه الفكرة انه كمان الشربات مثل شربت العدس بتخلي جسم يدفي وبتطلع الحرارة الداخلية وبيخليه حاسس حاله انه عنده طاقة وعنده أنيرجي بقدر يكمل يوم وغير الدفة الموجودة فيها اسألك سؤال جونيالي بصراحة يلا بجمع كل هاي الأشياء اللطيفة والمصائح انتي بتنصحي اشوف هذه السؤال دام اللي بقولوا لي اشوفوا انا بريقادلة زيكم وبتشهون وكتير مرات باكل بس هي الفكرة الاساسية جماعة ما تحرموا حالكم كل اللي جعبالكم يا بس بنفس الوقت واصنوا يعني انا اذا جعبالي وجبة بيرجر بكلها ما بحرم حالي بس انا بقعد يوم كامل بعدها فواكي وخضره عرفت فأنا اكلتي اضرب كفو عدل طائية صح عرفت كل اللي جعبالك يا بس امسك حالك يوم بعدها عشان انت ما عم تحرم حالكم طلق محافظ حالا انا صار فيه شغلي انا احكي لك شغلي شغلي مثلا ساهم بانه وزني يطلع هاي الطلعة لست عشر كيلو اوكي الموضوع موضوع كميات الاكل المجد يعني انا قاعدت فترة محافظ على وزن كتير ممتاز لمدة خمس ستة شهر ما كنت احرم حالي من اشي بس كنت اكل مثلا بدل وجبة الشهور مما الدبل اولة ربل اكل وجبة عادي حالا ارجعت اكل دبل ارجعت اكل وجبة بيرجر يمكن كمان اميلة على اخوي محايا محمد الشاكر بيقولك بروح على مطعم بضرب الوجبة العائلية لثلاثة وعشرين قطعة فهي لها علاقة بالكميات يعني بقدر انا اكل بدي اياه بكميات صغيرة وما انصح ولا مش شرط صح تقدر ما هي تقدر تاكل بكميات قليلة كل ما اعتمد على عدة السعرات الحرارية الموجودين انا كالوري بيست احنا ما نسميها معدتنا نعتبرها مثل البلون انا بسميه كيس نايلون قد ما انت بتحط فيه اكل قد ما بتمدده بكبر قد ما انت حتخفف اكل عنه برجع بصغر صحيح هلا انه يصغر كتير اسهل من انه نكبره لانه بيصغر اسرع احنا اذا انت كبرته بدك وقت كتير اكتر لترجع تتعود على الكميات القليلة فانت كل اللي جعبالك يا بس يعني مثلا احنا هلا كميسة الرمضان اذا انت شفت قدامك 17 نوع ما بتقدر تاكل من نوع صح سير بدك لقم من هون ولقم من هون نفس الاشي لما انت تروح مطعم اذا شفت ماني واستحليت اكتر من اكلة سير بدك اتنقلي اكتر من اكلة لا عودوا حالكم تنقوا على اشي واحد وتلتزموا فيه مش كمية كبيرة عشان جسمكم يتعود انه انا بس هلقدة بدي اكل شوي شوي بصير دماغ بيعطي أوردرز للجسن دايما بقولهم انا اسامة المعدة بعد ربع ساعة بتبلش تعطي أوردر الشبع هلا فيه ناس بيأكلوا كتير بسرعة بالربع ساعة بيكون قايم بالصفرة كاملة وانا من الناس اللي بمضغ بطيقة هلا بطيقة مش انه بنزهق اللي قد دعمنا بس كل ما مضغت اكتر كل ما اعطيت مجلة دماغك يعطي أوردرز أسرع للمعدة انا شبعت انت بتكون قايم ماكن نص وجبتك بس انت خلص متعود او انا كمجد مثلا مبارح كان عنا عشا بيرجرز معزومين كلهم مسكوا البرجر وبلشوا يأكلوا انا لا ارادة بمسك السكينة بقسمها بالنص بحط بصحني بس نص واحدة لانه هذا اللي مسموح اكله حل مثلا فهذه النص واحدة انا بكون معاودة حالي انه هاي الكمية اللي ادي اشوفها اذا اي يوم اكلت واحدة كاملة طب ممكن ممكن فيه رقم معين او دراسة معينة علمية بتحكي مثلا المعدة لو انا ابلش اقل الكمية الاكل فيه مدة معينة الا تبلش تصغر او ابلش احس انها عم تصغر الجسم بده واحد وعشرين يوم للعادة الجديدة اللي بعملها دائما محكيها مثال للي بده يقطع سكر صحيح المدمنين للسكر من قلهم عشان الادمان تاع السكر يتلع من جسم بديه واحد وعشرين يوم فهي فكرة انك انت معدتك تصغر اي شخص انت اسأله بعد ثلاث اسبوع بصير يقولك اذا خبست بالشيط ميل زي ما كان يصير معاك اذا خبست بالشيط ميل تضرب معدتي صح فهي فعليا اعطوا حالكم دائما مدة ثلاث اسبوع ما تستعجلوا اي ضاية بدكم تعملوا كثير ناس بيقولك نجرب ضاية جديدة صحيح ما تقدر تحكم عليه باسبوع اعطوا حالكم ثلاث اسبوع وشهر شوفوا كيف ري اكشن على جسمكم بعدين تقدروا تقرروا اي اشي تغيرهم يعني احنا نتمنى الامور تكون تمام صراحة الشتاء والواحد يمسك حاله عن الاكل انا بعتبرها مشكلة ومعضرة كبيرة صحيح مع ان سبحان الله السنة الماضية ما واجهت هذه المشكلة بالشتاء ما بعرف لها الا بهذه الشتاء يمكن مجد النفسية بتلعب دور كثير تلعب دور النفسية في عم بسمع مؤخرا اشي اسمه مثلا اضطراب نهم الطعام بنج ايتن اه يعني يمكن يكون صاير معاي مثلا لا انت ما مزر معاك نهب الطعام انت فعليا عم تتفشش انت فعليا لحالك من اول ما نعيد عن الدنيا انت كلك نهم طعام شوف السنة الماضية ما كانت نفسيتنا زي هلا يزا انت دكتئيس شهر ثلاثة احنا السنة الماضية صح كنا معتبرينها قصة شهر شهرين وبدأت تخلص هلا استنزفنا عرفت فبطل عنا هذا اللي اه يلا هلا هترجع حتى يعني حتى هلا هلا بيقولك انا بتخلص تقوله لا لا امتولت صح لا ارادي لانه احنا مش شيفين يعني مرينا بسنة صعبة فهي وصراحة صعبة على صغار اكتر من الكبار يعني كانت كمان انا مثلا انت انت عم تتكي عن الكبار كمية الولاد الصغار اللي عندهم وزن زايد بالسنة اللي مرأت بحياتي ما شفتها انلاين قاعدين بالبيت عم بيأكلوا بلاي ستيشن وما بشوفوا صحابهم وما بتحرك أصلا لا وما بتلومه وما بتقدر تقوله ليه عم تاكل لانه فعليا باشي الوحيد اللي عم بيسليه باليوم اكله ما بتقدر تمنعه عن الاكل فالسنة الماضية كان عندنا انرجي وكان عندنا بصيص امل كتير اكتر من الاعلاء ان شاء الله الامل موجود وكله بينحلل تجرحياتنا زي قبله احسن بس ما لش بدنا نقوعة حالنا وما نستسلم للنفسية تاعتنا عشان نقدر نسيطر على وزننا وفي عريس على الطريق رفت فديم بارك عرص على الطريق السنة الجاي الله يجي مني بخير صحيناك الصبح معلش بطلع لكم الله يسعدك وشكرا على وجودك معنا شكرا على هذه نصائح الحلوة حلو اللي انا سمعتها من هون يعني حاسح حرط لا لا ما حد تطلع أنا مش راح اقدر يعني أنا هلا تعرفش نفسي على الصبح بس خلص البرنامج ايش فلافل لا لا مش فلافل مانقوشة زعتر وجبني هيك ووحدة محمرة وتنتين هذدق وبطاة يعني معجلات لديك عمحل هون عنده اشياء زاكية وفي عنا محل تحت جمع اتضمنتو انا يعني باعت اهل انا بجي تاوة يفطورك جاهز هلا بنحكي لامحمد يجب لك خيار ولبنيه وبتفطر عليه محمد على فكرة ماسك دايت بس على ما يبدو نهويله شوي اليوم كلنا نضرب حسب المنخفضات ماهمشان هيك هلأ انتزموا للخميس بترجع بتاكل بتحبي التلج بس بعد عيد ميلاد وعمر كل سنة بتلالي عيد ميلاد وعمر بعد عيد ميلاد وعمر عيد ميلاد وعمر الأربعة فما خلص الخميس نسمحتكم الله يجيب لي فيه خلينا نشوف مع محمد الشاكل بيوم اذا فيه تلج ولا ما فيه تل بدأشكر وجودك شكرا لك الله يعافي وهذا الصباح الحلو اللي شحنتنا فيه يعني طاقة بتجنن شكرا لك مشاهديننا عزائي يعني راح نطلع مع بعض على فاصل نرجع نستكمل باقي فقراتنا خليكم معانا ومنرجع لكم لو بنيجي على الزر الخمسة الزر الخمسة وين؟ بالطبق التاني لما إحنا نزيد الصبغة معناته اللون رح يطلع أكثر ونقن وكمان هالصوت اللي إحنا سامعينه قام نعرف صوت ضرب لما بدأت تتصادم الدقائق تتصادم بالاتجاه الذي يؤدي إلى تكوين النواة You are right to be a lawyer محامل عرب بربر سقالبة إسبان الديانات التلاثة هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت منصة أبواب التعليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر